السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم في قناة ماما هيبال لطبخوا التدبي المنزلية والافكار والحية البسطة والوصفات الناجحة المئة بمئة نيوم ان شاء الله غاج نشوف طريقة تحدي سباكيت دي او مع كارونا بالسلسل بيضاء الجيدة وكنوا نحتاجوها كوجبة عيشة نتمنى انكم ان شاء الله تجربوها وغاجدت تعملوها ان شاء الله لانها حقا وصفة كتستحق تجربة قبل ما هاتش ما تنسوا تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس ونشوفوا مكونات اللي غادي نحتاجوها في الوصفة نحتاجو من 250 جرام حتى 500 جرام دي سباكيت دي او اي نوع من المعكارونا نتوفر عندكم نحتاجو ملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة كبيرة من الزبدة العادية نحتاجو كأس كبير من الحليب قليل من الملح والقليل من الابزار والقليل من الزعت اللي كندير بها البيتزا نحتاجو كذلك جوج فرماجات ومشو نشوفوا طريقة التحضير كنديروه الماء طايب وكنديرو عليها ديك المعكارونا ونضيفو الملح ونخليهم حسو كان يطيبو ونصفيهم وندوزو نشوفو طريقة تحضير السلصة هالسلصة كتشبه هالسلصة بشامل كنديرو التطقيق مع الزبدة كمرحلة اولى ونحركوهم زيان حتى تجرب لنا ديك الزبدة ونضيفو كأس حليب ونحركوه سوف أعديد نبقى نحرك مزيان حتى كان يعقل لنا هاد هاد العصص ومن بعد نضيفو باقي المكونات سوف يمن بعد ما عقد لنا الخليط سوف نضيفو القليل من الإبزار القليل من الزعطرة ونضيفو القليل من الملح الملح حسب الزوق سوف نحركو مزيان ونتلاقاوه من بعد من بعد ما صفينا ديك الماكاروننا ديالنا أو سباكيتي غادي نضيفو نصف الكيمياء ديالهاد العصص على الماكارون وغادي نخلطوهم زيان ساكتدخل وكخلو ترتاح وبالنسبة للنصف الآخر غادي نضيرو بيها كانزا وقبا من الفق هادا وشكل آخي ديالماكارونه كتجي الجيدة سهلة اقتصادية وكتجي كوجبة للعاشاء خفيفة أتمنى أنك مجربة هذه المصفة وما تنسى مش تشاركوه في القناة اللي كنت أول مرة لك تشوفوها وكذلك تخلو لي لايك وتعلق مع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله بأمان الله وحفظه